وجه الرئيس عبد الفتاح أسيسي باستمرار العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة أساسا متينا للتحديث الشامل للجهاز الإداري للدولة جاء ذلك خلال لقاء الرئيس أسيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أسيسي طلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لانتقال الوزرات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك في ضوء بدء الانتقال الفعلي لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والقطاعات للعاصمة حيث وصل عددها إلى أربع عشرة وزارة وجهة حكومية بينما تستعد بقية الوزارات والهيئات للانتقال خلال الفترة القصيرة المقبلة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الصدد باستمرار العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة أساساً متيناً للتحديث الشامل للجهاز الإداري المصري على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي وانتقاء أكفأ العناصر في جميع المؤسسات وتأهيلها وتدريبها مهنياً وفنياً وشخصياً في إطار منظومة تدريبية متكاملة وجادة وبحيث يتحقق أقصى استغلال واستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة التي تم تشهيدها في العاصمة الجديدة وبما يتوافق مع مسار الدولة في التنمية الشاملة الذي يقوم على تحديث البنية التحتية وتعظيم الإمكانات البشرية بالتوازي وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية على نحو مستدام